تسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش ونجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتمييز جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لسفيرة دولة الإمارات العربية بالقاهرة السفيرة مريم الكعبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوة سيادته لمشاركة في القمة العالمية للمناخ كابت 28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في ديسمبر المقبل مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ومن جانبه طلب الرئيس نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد مؤكدا الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد لأسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ خزاع بن زايد النهيان نائب حاكم أبو ظبي والشيخ تحنون بن زايد النهيان نائب حاكم أبو ظبي والشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة خلال الاتصالات بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات الشقيقة معربا عن خالص التمنيات بالتوفيق والسداد للقيادات الإماراتية في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاطقهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيراته الحضارية تحت قيادة أخيه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من تنمية ورفعة وتقدم أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين بمن فيهم النساء في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية وفي بيان الوزارة الخارجية اعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة تؤجج مشاعر الحق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكنا آمنا في أيام شهر رمضان المبارك خلال اتصال هاتفي بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي منوال مخان إلى الصين وفي بيان أفاد البيت الأبيض بأن الزعيمين جدد دعمهما الثابت لأوكرانيا في الحرب مع روسيا هذا هو من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي منوال مخان الصين اليوم ولمدة يومين وكان قصر الإليزي قد أعلن أن مخان سيستغل الزيارة للعمل مع نظيره شي تشمبينج على عودة السلام في أوكرانيا وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي إلى وارسو في زيارة لبولندا وخلال زيارته سيلتقي زيلانسكي نظيره البولندي أندري دودا لمناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي والزراعي ومن ضمنها تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترومب أنه كان ضحية تدخل في الانتخابات منتقدا المدعي العام في نيويورك ألفنبراغ لتوجيه اتهامات جنائية له وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مارا لاغو في باون بيتش بولاية فلوريدا قال ترومب بعد ساعات من توجيه الاتهامات له إنه لم يتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة مضيفا أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي الدفاع بجسارة عن بلاده في مواجهة السعين لتدميرها تلتقي اليوم رئيس تو تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كافين مكارثي في خطوة كانت السين قد حذرت من أنها ستعتبرها استفزازية وقال مكتب مكارثي في بيان إن الرئيس مجلس النواب سيستضيف اجتماعا للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغين الرئاسية وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من رحلة تساي التي وصلت رسميا إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية ترجمة نانسي قنقر